لا 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 عزيزي ما حدش خدعك من البداية. كله كان عارف انه براه ما بين تشيلسي تومس تخل وريال مادريد زين الدين زيدان هتكون واقعية لدرجة الملل. ففكرة الهجمات الكتير والفرص اللي ضايعة الكتير ما كانش حاجة منتظرنا. بس بشوت الاول تشيلسي كما قدم شوتها عظيم جدا. نص ساعة عظيمة جدا من كريستيان بولشتش من يوم ما وصل تشيلسي تلاتة خمسة اتنين من كده المدربين. تومس تخل تلاتة خمسة اتنين النهاردة لأول مرة. زيدان بيستيان تلاتة خمسة اتنين لأول مرة. معناه ان احنا هنشوف فكرة كلها على الحرب اطراف. كله عايز يقفل اطراف ناحية المنافس. ريال مادريد عايز يقفل اطرافه. وحضت داني كارفاخال وقدام داني كارفاخال كريم منزيمة وتحتهم مريتاو. الناحية التانية موجود موجود ناتشو وموجود مارسيلو. ناتشو علشان خاطر يغطي تقدمات مارسيلو. وفينيشو جونيور قدامهم ناحية التلشمال. وفي نص الماء طبعا لوكا وكازيميرو وتوني كروس. تشكيلة متازلة في التلاتة خمسة اتنين. بس مشكلتها كانت اول نص ساعة لان لعبة ريال مادريد كانت متاخدة ان هي ايه دا? تشيلسي نازل هي هاجم بجد تشيلسي. احنا كنت نفاهمين من تشيلسي هلعب مرتدات واحنا هنلعب كرة براحتنا يمين وشمال. انما تشيلسي نازل اول نص ساعة. بستحوص على الكورة نازل اول نص ساعة. بيتضبق التلاتة خمسة اتنين حرفيا جوه الملعب بامتياز. ممستوى عظيم كدا بيقدموا نجول كانتي ويقدموا كمان كريستان بولوسيتش اتنين من نجوم تشيلسي في المبارة النهاردة. وبتلاقي ان كل كورة بتكون في لجل اللعبة ريال مادريد. كانتي بسرعة كبيرة جدا بيرجعها اللعبة تشيلسي علشان خاطر تشيلسي يبني هاجمة. فلعبة ريال مادريد كانت مخدودة. وده الوقت اللي كان فيه كريستان بولوسيتش عارف لعب ما بين الخضوط وورا كازاميرو وورا توني كروز لان لعبة ريال مادريد كانت لسه بحالة الخضة. وتشيلسي بيقدر يستغل الموضوع ده بالهدف الاول. روديجر بيعمل بينية ولا اروع لكريستان بولوسيتش لحظة تقدمه ولحظة انطلاقته. كريستان بولوسيتش بيستلم وبيحط على معلو خالص الاجل بيجيب الهدف الاول تشيلسي ممكن يجيب التاني وممكن يجيب التالت تيمو فرنر كان بيضيع قبل الهدف كورة سهلة حادي ومنطقي. بس لو عادنا نفكر في البداية البداية بتيمو فرنر النهاردة كانت عليها جدال كبير. اه انا قلت ان تيمو فرنر واحكين زياش يكونوا مغسرين النهاردة. بس لما شوف تيمو فرنر في الملعب قلت لا ياريتو ما كانش يبدأ بفرنر. كان بدأ حتى في جروه. كان بدأ بتاني. كان بدأ باي حد. من نص فرصة يخلص جيم. انما كرة اللي جات لتيمو في اول مباراة. وضيحها بتقول ان الراجل هيكون قف برا الماتش. اللي هو هيكون خارج الماتش تماما. طيب تشيلسي ضيع بعد الهدف الاول. طبعا تشيلسي ضيع بعد الهدف الاول. فظل كل ده كريم نزيمة بياخد كرة. لو واحدة بروح به هجم عن ترية وبيصوب على ادوار ديميندي علشان خاطر. يقول لك اللي فين اكون خطر. وان ريال مدريد بدأ يخش في الجيم. وريال مدريد بدأ يستعيد شخصيته اللي كان يضيعها تماما. اول خمسة وعشرين دقيقة. بعدها بتيجي كرة ستة. وفجأة لهابة تشيلسي بيلاقوا ان هما كريم نزيمة قادر ان هو يستغل الكرة اللي لعبها له وكازيميرو في الهواء. وريال مدريد حقق هدف التعادل. لعبة تشيلسي كان عندهم خط كبير جدا. احنا كنا مسكين مباراة. مرة واحدة مباراة. قلبت علينا. فجأة ريال مدريد. مسك المباراة. فجأة ريال مدريد. مسك الجيم. فجأة لعبة تشيلسي قررت ان هي ترجع تدفع تاني. وقررت ان هي هنلعب على مرة الدابت. وهي الشوت الاول بانتهي. واحد واحد في شوت اول اعلامي لكريمس نام بروسيتش. وهفضل شوت ليه قدمه من ساعة ما جاء تشيلسي للمرة التانية. بندخل شوت التانية. كلنا عادين من المستانين تغيير تيمو فرنر. تيمو فرنر لازم يطلع. تيمو فرنر مفسد هجمات تشيلسي. غير تيمو فرنر. مشهور كويس. ازبريكويتا كويس. اكثرين على اطراف ريال مدريد. كويس جدا. مرسيلو مش عارف ياخد تقدماته والهيحيته. الهجومية. علشان خاطة تلاقي ان سيزر ازبريكويتا في مساندة جاء له من نجولو كانتي وجاء له من جورجينيو. الناحية التانية برضو نفس الوضع. جورجينيو وكانتي كان نحلة النهاردة. يمين وشمال. فالراجل كان مغطي على الجابتين هو جورجينيو. وكنا شايفين كمان اللي بنشيره لعن التقدمات كتير. كنا شايفين ان في مشكلة واضحة تيمو فرنر. لازم تغير تيمو فرنر. لأ ساكتين احنا على تيمو. هنرجع ندافع. هنسيب القرارة ريال مدريد. ريال مدريد ما عندوش حلولة ان الملعب مقفور تماما. بلعيبة تشيلسي اللي عارفة برضو تطبق التلاتة خمسة اتنين في الحالة الدفعية. اللي بتتحول لخمسة تلاتة اتنين ممتازة جدا. وبتلاقي ان لعيبة تشيلسي واقفة في نصف الملعب. خلاص. قرار ان احنا هنقضيها مرتدات. طيب هنعمل ايه فيه تغيرات اللي ممكن تحصل من ناحية اه تومس تخل. خلاص تومس تخل مقرر ان الموضوع خلصان تماما. واحنا هنقضيها مرتدات. هنزل حاكم داياش. هنزل كمان ريش جيمس. ريش جيمس لازم ينزل علشان خاطر. بشوف الناحية التانية ادن هزارد بيسخن. فده معناه ان دايما عايز يهاجم من ناحية الشمال بتاعته اللي هتريمين بتاعته. هتطلع ازبين كويتا وهنزل مكانه. ريش جيمس ولد لسه شاب. هيهاجم لو فيه كور متاح له ان هو يهاجم. وهي اعرف يقف دفاعيا وسرعات قدام ادن هزارد. وكايا فيرتز لازم ينزل مكان تيبو فرنر. وحاكم تانية ريال مدريدي التغييرات برضو. اللي نزلها. كانت تغييرات برضو اللي هو. خلاص يا جماعة احنا نخليها لمباراة الاياب. احنا خلاص النهاردة. كل النهاردة نعمله. عملناه. ما كناش في يومنا. كنا قف وكنا برا المباراة تماما. كريم يزيبو رجعنا للجيم. خلاص. ما نقدرش ان احنا نسجل الهدف داني. مش متاح لنا ان احنا نوصل لمنطقة جزاية تشيلسي. فخلاص احنا على قد ما نقدر حاولنا وعلى قد ما نقدر ده اخر حاجة ممكن نعملها النهاردة. لحدة بنشوف الكرة اللي بلعبها اللي بلعبها دربة روكنية الفايل فران بيضايحها وكاميرا تيجي برا على سرجو رامس بيقوله. تعامل كده حبيب. تعامل كده يا بابا. علشان خاطر تلاقي ان في تغييرة غريبة زي نتيزة ده انا عملها وتقولك ان خلاص الرجل وردي تماما بالامر الواقع وردي بالواحد واحد. تغييرت رودريجو مكان كريم بيزلي ما اللي هو. خلاص ده مدرر عارف ان النهاردة مباراة سيئة فريق بيقدمها. ده المتاح بالنسبة له. لوكا مودريتش. كازيميرو. توني كروز ما لقوش راحة للتقلق اللي كان غير طبيعي من نجولو كانتي وجرجينو النهاردة. فنجولو كانتي وجرجينو طول كده ان هم كسبوا معركة خط النص. وكمان كده كان بلاعب بين الخطوط كويس اوي بين كازيميرو وبين توني كروز بنت يازي الشوطة الاول. ده اللي ملاقوش حكيم زيال الشور التاني. وده كمان اللي بدأ ان انت لما لقيت ان ريال مدريد بيرجع يوقف جوه ملعبه وخلاص كانت مفيش خطوط تماما تلعب ما بينها خلاص كازيميرو واتوني كروز قفل المساعد فالموضوع كان خلاص انتهى تماما بالنسبة لتشبسي الافكار الهجومية لان انت كنت تلعب ما بين كازيميرو وتوني كروز ودي اتحلت بعدها نص ساعة وده اللي ضرع لك الدنيا لانك لو فكرت روح تلعب على الاطراف لقيت ان انت هي مقفولة. من ناحيتك ومن ناحيته فاتفرجنا على جيم مميلو الشور التاني علشان خلاص كان ريال مدريد وصل للتارجل اللي هو عايزه اطلع المباراة دي بقية نتيجة بس مخسرش. والنحية التانية شوفنا ان تشيلسي خلاص انا جبت هدف. النهاردة قدام ريال مدريد مش عايز اي حاجة تاني. شفت رجعك مبسيط سهل ازاي? لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك. لو الفيديو ما عجبكش نستنى لحد مباراة الاياب نشوف الدنيا بالنسبة لنا رايحها فين بس يا ربا برضو ما يعرفش ان توم فيرنا لان الراجل واضح ان السك فضائع منه. لو عجبك الفيديو لسهاش الشرك ولو ما عجبكش هدنساش ان انت تقعد شاشتان في الكومنتر قول انت عايزه.